الوضع مثل ما هو الأمني مثل الوضع بالبلد ككل يعني مثل اللي عم بيحط مي بالمنخل بوجود الخروقات الأمنية والعسكرية والأمنية على اختلافها الموجودة بالبلد ما ممكن يستقيم الوضع الأمني في لبنان ما ممكن طالما في 10 ألف جزيرة أمنية و200 ألف سلاح و100 ألف جهاز أمني وطالما هالمعادلة السحرية جيش وشعب ومقاومة بكل دول العالم بتصير أحداث بس مين عرف مين وراها عنا ما بين عرف مين وراها ولا من قدامها لا لأنه في سلاح موجود وما كان وفي أجهزة أمنية عديدة وعم تجرب تعطيل حالها صفة شرعية والمؤسف أكتر وأكتر أن المسؤولين بعض المسؤولين الرسميين بيسبغوا عليها بيسبغوا عليها الصفة الشرعية كما تطلق جعجع إلى إشكال بلدة لاسة مشيرا إلى ضرورة سحب هذا الموضوع من التداول بأي ثمن مطالبا رئيس الجمهورية ووزير الداخلية باتخاذ قرار سياسي بإيقاف أي بناء على أراضي متنازع عليها بركر عماد عون بيساعدنا على تحرير الأراضي المتنازع عليها بليس قبل عن جد أم بحكي اليوم عنده عشر وزراء بحكومة والحل كتير بسيط هذا لا بده دب بيت ولا بده طيارات ولا بده أزيف مع أن الجنرال عنده مخزن أزيف لا ينتهي ما بده كل هذا بده على أن تتوقف مؤقتا على فترة شهر كل أعمال البناء اللي عم بتصيرها على أراضي متنازع عليها ومع مين متنازع عليها؟ مش مجرد مواطن مع مواطن مع البطرياركيه المارونيه أراضي هونيك بأكترية البطرياركيه المارونيه البطرياركيه المارونيه اللي عم تتصلبط عم تقول هالأرض اللي وهي منها إله اشتركوا في القناة